السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية الحضورية المتقيدة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية في بيت الله الحرام في هذا اليوم الثلاثاء الثلاثين من شهر الله المحرم من عام ثلاثة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية شاكرين حامدين لله عز وجل على فضله بعودة هذه الدروس العلمية فلله الحمد والشكر نحمده سبحانه لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه بعد انقطاع دام قرابة سنتين تعود ولله الحمد والمنة هذه الدروس العلمية وهذه الحلق المباركة في رحاب الحرمين الشريفين فعوداً حميداً وعملاً صالحاً رشيداً وقولاً سديداً وجهود مباركة نحمد الله ونشكره على فضله سبحانه كم لله علينا من نعماء وكم له على الخلق من آلاء وكم دفع من لأواء كم يدفع كربا ويزيل خطباً فضلاً منه ومنه اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً ولك الشكر كثيراً كما تعطي كثيراً الحمد لله الحمد لله زال البأس والرهق تنفس الصبح والأنوار تنبثق بعد المعاناة من جهد البلاء أتى لطف اللطيف الذي في لطفه نثق ففي العيون دموع طالماً همرت حتى استفاضت بها الأجفان والحدق لكن لله ألطافاً مخبأة تخضر من مائها الأغصان والورق رباه أنت القدير الواحد الأحد رحماك يا رب منك الغيث والمدد فارفع عن العالم الأرزاء إن لنا في فيض لطفك ما نرجو ونعتمد وقو يا ربنا إيماننا فبه نجاتنا ما سوى الإيمان نعتقد فرحة غامرة وبهجة وسعادة هامرة والمسلمون ولله الحمد والمنة تفرح قلوبهم وتبتهج نفوسهم بمثل هذه الحلق العظيمة والدروس المباركة الكريمة نسأل الله أن ينفع بها في بدء عودة درسنا نذكر بأهمية العلم ومكانته وسمو منزلته وأنه ينبغي على العباد أن يحرصوا على النهل منه والاستفادة من معينه قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله أن لا يحرمنا فضله بمنه وكرمه وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقل رب زدني علما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بالعلم النافع بالعلم النافع يعرف العباد كيفية عبادة ربهم والإيمان به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بالعلم النافع بالعلم النافع يتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال ولسيما علم التوحيد والعقيدة والكتاب والسنة والأصول والأحكام حتى يعبد العبد ربه على بصيره ويؤدي ما افترض الله عليه من طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإننا نهيب بالجميع عمارة هذه الدروس وهذه الحلق المحفوفة بشرف المكان في بيت الله الحرام وشرف الزمان وشرف الرسالة العظيمة التي هي رسالة العلم ثم الشكر لولاة أمرنا وفقهم الله على حرصهم وفقهم الله على خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين وما إعادة هذه الدروس العلمية إلا أنموذج على حرصهم وفقهم الله على عمارة الحرمين حساً ومعنى كما أننا نؤكد أن تكون العودة بحذر فكلنا مسؤول تعود هذه الحلق العلمية لكننا متقيدون بالإجراءات الاحترازية سرنا ولله الحمد وعي قاصدي الحرمين الشريفين في حضورهم لهذه الحلق العلمية بالكمامة بالتعقيم بالتباعد الجسدي بالحرص على عدم التجمعات حتى نضمن بإذن الله بيئة روحانية إيمانية علمية عبادية صحية آمنة وبهذا يتحقق المقصود بإذن الله جل وعلا وقفنا فيما سبق في التفسير تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله عند الآية العاشرة من سورة الحديد فضل اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم قال المصنف رحمه الله كتاب بن سعدي نعم يقول المصنف رحمه الله نعم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أي من ذا الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله وهي طرق الخير كلها ويوجب لكم أن تبخلوا والحال أنه ليس لكم شيء بل لله ميراث السماوات والأرض فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا الفرصة ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا المراد بفتح هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض فدخل الناس في ذلك الوقت في دين الله أفواجا واعتز الإسلام عزا عظيما وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك كما هو مقتضى الحكمة ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة رضي الله عنهم غالبهم أسلم قبل الفتح ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول احترز تعالى من هذا بقوله وكلا وعد الله الحسنى أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله بالجنة وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة والله بما تعملون خبير فيجازي كل منكم على ما يعمله من عمله فيجازي كل منكم على ما يعمله من عمله سنتناول في هذه الآية وتفسيرها مناسبة الآية لما قبلها ما في الآية من فوائد وأحكام ومسائل والقراءات وشيء من ذكر الخلاف في بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله مع بيان الراجح ثم هدايات هذه الآيات الكريمة الآية التي قبل هذه الثامنة والتاسعة وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ التوبيخ على عدم الإيمان والحال أن الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَأُوفٌ رَّحِيمٌ بعدها وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُناسبة الآية لما قبلها ظاهر حيث إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التكاليف الشرعية ومنها طلب إنفاق المال في سبيله وأبان أن المال عارية مُستردَّة فهو ملك له سبحانه وأنتم خلفاؤه في تثميره في الوجوه التي فيها الخير لكم ولأمتكم ولدينكم ولكم على ذلك الأجر الجزيل الذي يضعفه إلى سبعمائة ضعف ثم حث على ذلك بأن جعل هذا صفوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عليه العهد به وآيات كتابه هادية لكم تخرجكم من الظلمات ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وإن الله بكم لرؤوف رحيم لما ذكر ذلك أعقب بهذه الآية في الأول التوبيخ على عدم الإيمان وفي الثانية التوبيخ على عدم الإنفاق خاصة فبينهما عموم وخصوص ولهذا جاءت هذه الآية وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله بعد ذكر الإيمان بالله سبحانه فذكرت فضل السابقين ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فضل السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح سواء أكان المراد بالفتح هنا فتح مكة أو المراد به صلح الحديبيح قولان للمفسرين رحمهم الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إعلاء كلمة الله حين عز النصير وقل المعين فهؤلاء لا يستوؤون مع من فعل ذلك بعد الفتح بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجه وهؤلاء وأولئك على أجر عظيم وكلاً وعد الله الحسنى وهي الجنة والأجر الكريم عند الله سبحانه وتعالى هذه مناسبة الآية لما قبلها العموم والخصوص الآية الأولى في عموم الإيمان بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والثانية في عدم الإنفاق وأن الناس في ذلك درجات منهم السابقون والمقربون ومنهم من أتى بعد ذلك في هذا العمل العظيم وهو الإنفاق في سبيل الله في الآية فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سواء منهم السابقون أم من بعدهم لكن من عدل الله وحكمته ألا يستوي من كان مسلماً في حال الشدة والضيق وما عاناه المسلمون في أول الدعوة ممن أسلم بعد ذلك فلا يستوي إسلام أبي بكر حتى بإسلام عمر ومع ذلك فعمر رضي الله عنه أسلم في وقت قريب قبل الفتح وهكذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله بما تعملون خبير هذه مناسبة الآية لما قبلها بعد أن وبخهم على ترك الإيمان وبخهم على ترك الإنفاق لأن الدعوة الإسلامية تحتاج إلى تضحية وإنفاق في سبيل الله عز وجل وأبان أنه لا عذر لهم في ذلك وما لكم ما نوع الاستفهام هنا؟ استفهام توبيخ وتقريع ولوم ومعاتبه وفي سبيل الله عز وجل الله عنه وَمَا لَكُمْ أَلْوَاوُ هُنَا لِلْعَطْفِ وَمَا لَسْ الميم مبتدأ أين خبره وما لكم والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي لا عذر لكم في أن لا تنفقوا في سبيل الله وأي شيء يمنعكم من أن تنفقوا في سبيل الله فيما هو قرب إلى الله عز وجل والمال ماله وهو له في الحقيقة هذه قضية يغفل عنها كثير من الناس المال مال الله والعبد مكلف العبد مكلف وممتحا ومبتلا هل يؤدي هذا المال ويصرفه في وجوهه الشرعية أم أنه يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالعباد خلفاؤه في صرفه إلى ما عينه من المصارف منها المصارف الثمانية في الزكاة والصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه الزكاة المفروضة والصدقات يأتي مجال الإنفاق على الأهل والزوجات والذرية تأتي أعمال البر الصدقات والتبرعات الهبات الأوقاف فالعبد مبتلى المال ليس مالك الله الذي أعطاك إياه لتنفق في سبيل الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله لماذا لا تنفقون والحال أن المال مال الله ولله ميراث السماوات والأرض كل شيء سيعود إليه بما فيه عملك في الأموال في صدقات في أعمال خير وبر أو في ما سوى ذلك والعياذ بالله فإذن الحقيقة الجواب مقنع كأن الله أتمنك على هذا المبلغ مليون مليونين أكثر أقل أصرفه قدم في مجالات الخير لا تحبس وتمنع الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فقوله في سبيل الله المراد به فيما يقربكم إلى الله يعني له معنى عام معنى عام في القرب التي كلها طريق إلى الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى وتأتي هنا بمعنى لأجل وما لكم لا تنفقوا وما لكم ألا تنفقوا لأجل الله وابتغاء ثوابه سبحانه وقد يكون في بعض أوجه المصارف في سبيل الله كالجهاد في سبيل الله مثلا وقيل إن وما لكم ألا أصلها أن لا فأضغمت اللام في النون فتكون أن هنا زائدة على كلام بعض المفسرين والواقع أنها ليست زائدة لأنه ليس في القرآن شيء زائد كل ما في القرآن أتا لحكمة ولهذا أبلغ من كلمة زائدة مؤكدة وما لكم أن لا وما لكم أن لا وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض فتأتي هنا لارتباطها بالإنفاق لأن المال مال الله والإنسان سيغادر ويترك هذا المال ثم يجده فيما أنفقه في توريث الله له في الأصل وإلا فالذرية بعد ذلك وغالبا إذا مات الإنسان إلا إذا وفق بذرية صالحة فإن الإنسان قد ينسى في زحمة مشاغل الحياة ثم لا ينفعه ماله الذي لم ينفقه في سبيل الله وقد ورثه الله جل وعلا ثم أورثه أبناءه إذا جملة ولله ميراث السماوات والأرض حالية في محل النصب على الحال من فاعل ألا تنفقوا أو من مفعوله المحذوف والمعنى وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله والحال أنه لا يبقى لكم من المال شيء بل تبقى كله لله بعد فناء الخلق وإذا كان كذلك فإنفاقها بحيث تستخلف عوضا يبقى وهو الثواب كان أولى من الإمساك لأنها إذن تخرج من أيديكم مجان بلا عوض ولا فائدة فتخسروا ولهذا هذا أبلغ دعوة للإنفاق في سبيل الله فلا يبقى للإنسان على نفسه في أن ينفق في سبيل الله مهما قل وإلا دخل في هذا التوبيخ قال الرغب الأصفاني مرحمه الله وصف الله نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء كلها صائرة إليه واجعله الوارث من أو واجعلها الوارث من في الدعاء المشهور وقال بعض المفسرين إنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب تعرف أن ما تركه الإنسان يكون ميراثا فخاطبهم بحسب ما يعرفون فيما بينهم وهذا هو الواقع والحال سواء ورثه الله عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض كل ما يترك فهو ميراث ولله ميراث السماوات والأرض يريته الله على سبيل العموم ثم ما يأخذه الورثة والخلاصة أنفقوا أيها المؤمنون أنفقوا أيها المسلمون أيها العباد أنفقوا في سبيل الله قبل أن تموتوا وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ليكون ذلك ذخرا لكم عند ربكم فبعد الموت ينقطع العمل ويندم الإنسان حيث لا تساعة من وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالح ولن يؤخر الله نفسا هيهات لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ثم بيّن سبحانه بيّن سبحانه وتعالى تفاوت درجات المنفق وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله مراث السماوات والأرض المنفقون على درجات وذكر هنا درجتين سابق بالإنفاق قبل عز الإسلام وانتصاره في حال الشدة والحاجة والقلة فهذا أعظم من الذي أنفق بعد عزة الإسلام وقوته وانتصاره ولهذا سبق أبو بكر رضي الله عنه وسبق عثمان رضي الله عنه وسبق عبد الرحمن بن عوف وكذا عدد من أثرياء الصحابة لا يستوؤون مع من أنفقوا فيما بعد ولو قل ولهذا الإنسان حينما ينفق ريالا في زمن الحاجة قد يكون أفضل من أن ينفق أكثر ذلك في زمن الرخاء وهذا بالنظر إلى المآل والمصلحة فليتنبه المسلم لهذا وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية سبب نزولها وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا نفقات كثيرة حتى قال أناس هؤلاء أعظم أجرا من كل من أنفق قديما هؤلاء أنفقوا فيما بعد فقال بعض الصحابة إن هؤلاء أعظم أجرا ممن أنفق قديما حتى ولو كثر فنزلت الآية أن العبرة ليست بالقلة والكثرة وإنما العبرة بالحاجة ولهذا سبق درهم ألف درهم بالنظر إلى الحاجة إلى حاجة المنفق عليه فنزلت هذه الآية مبينة المقياس والمعيار الصحيح في فضل الإنفاق قبل الفتح وأنه أعظم أجرا أي لا يستوي منكم معاشر المؤمنين المنفقين من آمن قبل وهاجر وسبق إلى الإسلام وأنفق ماله في سبيل الله لا يستوي أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل لإعلاء كلمة الله مع لا يستوون مع من أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا العدو تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي لا يستوي والاستواء يقتضي يقتضي تماثل الشيئين فهنا نفى الاستواء وأن الذين أنفقوا من قبل أفضل ولهذا قلنا لكم أن كبار الصحابة وأغنياءهم ممن أنفقوا قبل الفتح في زمن حاجة المسلمين أولى ممن أنفقوا بعد ولو كثر فيما بعد والعلم عند الله تعالى قسيم من آمن لحظوا هنا أنه قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق ما قال من آمن في فرق لما في فرق في فرق لكن الإيمان هنا داخل بطريق الأولى وإنما حذف لوضوحه لأنه ما يمكن أن يقبل الإنفاق مع عدم الإيمان فالإيمان هنا متحقق فحذف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه أي لا يستوي في الفضل والثواب من آمن وأنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعد الفتح وقاتل وهذه يعني لا تحتاج إلى كثير تفكير ومعادلة واضحة الذي الذي يسبق الذي يسبق الذي يتأخر وقرأ الجمهور لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقرأ زيد بن علي لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل إذن قراءتان صحيحة وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعده لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف ولم يؤمن إذ ذاك إلا الصديقون أما بعد الفتح فقد انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجه لطيفة أيهما أفضل الإنفاق وللجهاد القتال أيهما أفضل الإنفاق في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله تأملوا الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قدم ماذا قدم الإنفاق فدل على أن الإنفاق أفضل من الجهاد إذ الجهاد كله لا يمكن أن يكون إلا بنافقة وعدة واستعداد في القوة البدنية والقوة المالية والقوة الحربية إذن الإنفاق أفضل من القتال في سبيل الله للإذان بفضيلة الإنفاق لما كان عليه من الحاجة وهل الإنفاق أفضل من الجهاد المطلقة أو في حال الحاجة هذا مما ينظر فيه إلى المقصود والأثر واعتبار المآل فإن كان الناس في حاجة إلى النفقة فيكون الإنفاق أفضل وهكذا في مجالات الجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية المعروفة ومنها إذن الإمام فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجدون ما يجودون به من الأموال والجود بالنفس أغلى غاية الجود يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أغلى غاية الجود وأيضا الأبيات المشهورة في الإنفاق هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف وساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله تعود بسط الكف حتى لونه أمسك لم تطعه أنامله أولئك أعظم درجة اسم الإشارة أولئك يعود إلى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك يعود إذن إلى من باعتبار المعنى أولئك مبتدأ مبتدأ وخبره أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل أعظم درجة أرفع منزل وأفضل عند الله عز وجل وأعلى رتبة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتح 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 هنا اختلف المفسرون في المراد بالفتح فقيل إنه فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح وقيل إنه صلح الحديبية لأن الله سماه فتحا قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا والذي عليه أكثر المفسريا أنه صلح الحديبية لأن صلح الحديبية هو بداية للفتح لفتح مكة قال الزجاج لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهم وكانت بصائرهم أيضا أنفذ وقال الشعبي والزهري فتح الحديبية قال قتاد كانا قتالان أحدهما أفضل من الآخر ونفقتان إحداهما أفضل من الآخر كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح والمعنى أي أولئك المنفقون المقاتلون قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعظم درجة وأرفعوا منزلة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لأنهم إنما فعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وهؤلاء فعلوا ما فعلوا بعد ظهور الدين ودخول الناس فيه أفواجها وقلت الحاجة إلى الإنفاق والقتال وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضل الأولين بقوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وفيه فضل الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وعامل بعدله من عداهم أو نال منهم ومنه أيضا أن الصحابة على منازل فيهم أفضل من بعض والأمة والسلف وأهل السنة والجماعة متفقون على أن أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع ويجب على المسلم أن يقف عندما شجر بين الصحابة ولا ينال من أحد منهم المتقدمين أو المتأخرين لأنهم جميعا على فضل وإن كانوا يختلفون في الفضل الآن لو أن هناك حاجة ماسة في الأمة فيدعو الإمام إلى تبرع الأمة فيأتي إنسان بما يسر الله له انتهت الحاجة والمسغبة فجاء فلان بعد ذلك وتصدق هل يستوي هذا مع هذا إذن لا يستوي منكم وهذه قاعدة لهبية في التمايز والتفاضل بين الناس يعني ما يأتي أحد مثلا ينال من الصحابة رضي الله عنه أو يجي يفضل التابعي على الصحابة نقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقع هذه قاعدة لهبية استخدمها علماء الإسلام ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله في سيار أعلام في سيار أعلام النبل حينما أقول مثلا لا يستوي الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله مع من بعده من العلماء أو المتأخرين أو حتى طلاب العلم لا يستوي هذا بذاك كل له مكانه ومقامه وما منا إلا له مقام معلوم لكن الحفاظ على مكانة العلماء ولا سيما الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعلماء الإسلام هذه قاعدة في التفضيل ولهذا الذين يضيعون حسنات الناس فيما يعرف بالتقويم أو التصنيف أو يتحدثون عن العلماء فيلغون كل حسناتهم بسبب هفوة أو خطأ من إلا لما سأقض ومن له الحسن فقط أين العدل أين المساواة أين الإنصاف ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذن هذه قاعدة عامة لا يستوي منكم إذا جاءك فلان يقول فلان أفضل من فلان في وجهة نظره ورأيه قل له لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا الله أكبر شف معيار العدل الحقيقي وكلا وعد الله الحسن فالجنة درجات الجنة درجات والصحابة رضي الله عنهم أيضا على منازل وهكذا من بعدهم من التابعين والعلماء إلى اليوم هذه قاعدة ذهبية في معيار ومقياس التفاضل بين الناس مع أن القاعدة العامة إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْهَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَا لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ ميزان الحق والعدل عند الإنسان ولا يضيع عند الله جل وعلا ولهذا قال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ يَا مَنْ أَنْفَقْتُمْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَيَا مَنْ أَنْفَقْتُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ الجميع على خير أي كل واحد من الفريقين وكلا هذا مفعول مفعول أول لقوله وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أي المثوبة الحسنة أو هي الجنة أو هي النظر إلى وجه الله الكريم قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنة وزيادة زيادة الحسنة وهي الجنة للأولين فقط اللي هم من أنفق من قبل الفتح الجميع ولهذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له بالجنة وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كل من نال شرف الصحبة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وصحبه فهو من أهل الجنة وهناك أيضا درجات فالعشر المبشرون بالجنة على حسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم مخلفاء الأربعة لا يستوون مع بقية العشرة من الستة وكلاً وعد الله الحسنى الدرجات متفاوتة بحسب الإيمان والإنفاق والقتال والعمل الصالح والزمن والحاجة والنظر إلى عدد من المقاصد وكلاً وعد الله سبحانه الحسنى والله سبحانه بما تعملون أيها العباد أنفقتم قاتلتم آمنتم قصرتم كله مدون عند الحكيم الخبير والله بما تعملون أيها العباد خبير إما الآية على عمومها خبير بكل ما تعملون وهو الأظهر أو ما دلت عليه الآية بما تعملون من الإنفاق والإيمان والقتال فإن الله أعلم بظواهره وباطنه ويجازيكم بحسبه ولما كانت زكاة وزكاء الأعمال إنما هي بالنيات وهذه نقطة مهمة جداً في المعيار الشرعي في التفاضل على حسب نياتهم عن حسب نياتهم إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها رب رجل قاتل لكن نيته مدخولة رب رجل أنفق لكن لي قال منفق إذن النية الحرص على أن تكون أعمالنا كلها مبنية على النية وكانت تفضيل مناط العلم قال مرهباً في حسن النيات مرهباً من التقصير فيها والله بما تعملون خبير أي أصلح نياتكم فإن الله خابر وخبير بأعمالكم وباطني أموركم وظاهرها وما تنطوي عليه قلوبكم استخرج من الآية الكريمة فضل النية وأهميتها والله بما تعملون خبير أي تجدون عمل على مر الأوقات خير خبير أي عالم بباطنه وظاهره علماً لم يزيد عليه بوجه من الوجوه فهو يجعل جزاء الأعمال على قدر النيات التي هي أرواح صوهها وقرأ الجمهور وكلاً بالنصب وكلاً وقرأ ابن عامر بالرفع وكل وعد الله الحسنى والأول أظهر قرأت الجمهور وكلاً يعني من الفريقين من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح والمعنى أن كل واحد من المنفقين قبل الفتح وبعده لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في مقدار الجزاء لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم يستوي القاعد والجالس مع القائم المقدم المجاهد في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيمة ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات تقدم الاختبار وتأخذ امتياز تقدم الاختبار وتأخذ جيد جداً تقدم الاختبار وتأخذ جيد تقدم الاختبار وتأخذ مقبول تقدم الاختبار وتكمل فهمة المسلم بلوغ القمة الهمة حتى يبلغ القمة وذلك بعلو الهمة في مجال العبادات في مجال الخير البر البذل في الخدمة مثلا في الحرم في خدمة الزائرين قدر ما تبذل تجد وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرار ثم ختم الآية العجوز والله بما تعملون خبير أيو الله علم بظواهر أحوالكم وبواطنها فيجازيكم بذلك ولخبرته تعالى بكم فضل أعمال من أنفق قبل الفتح وقاتل على ما أنفق على من أنفق من بعد الفتح وقاتل وما ذاك إلا لعلمه بإخلاص الأول في إنفاقه في حال الجهد والضيق وقلنا أن للصديق رضي الله عنه وأرضاه الحظ الأوفر من هذه الآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن ساعيكم لشتع فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة والعياء بالله هذا ما يتعلق بالحديث عن هذه الآية ثم بعد ذلك في الآية الحادية عشرة ندب إلى الإنفاق من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدروس القادمة الحديث حديث الثالث من كتاب الصلاة في كتاب عمدة الأحكام باب المواقيت حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الهدايات هدايات الآيات ناهرة والفوائد والحكم والأحكام في فضل الإنفاق في سبيل الله فضل القتال والجهاد في سبيل الله التوبيخ على ترك القتال أن الناس يتفاوتون على حسب الحاجة وقد تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على حسب حاجة الناس آنذاك وهذه قاعدة مضطردة ومعتبرة في كل زمان ومكان فضل الصحابة والتحذير من الوقيعة بهم رضي الله عنهم وأرضاه وأن الصحابة أيضا متفاوتون في المنزلة وأن الصحابة من أهل الجنة وكلا وعد الله الحسنى ثم النية والإخلاص والله بما تعملون خبير إثبات علم الله عز وجل وحكمته وأنه خبير بالأعمال بصير بها سبحانه ففيه إثبات لإسمين من أسماء الله العلم وأنه خبير وكذلك صفتان من صفاته جل وعلا الحديث أحسن الله إليكم اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم وما يصليها بغلس الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال أحسنت مر في هذا الحديث مسائل منها أن حديث جابر رضي الله عنه ابتدأ بصلاة الظهر هل صلاة الظهر هي الصلاة الأولى ولا صلاة الفجر هي الصلاة الأولى لماذا بدأ جابر رضي الله عنه حكاية الأوقات في الصلوات بصلاة الظهر مع أن اليوم يبتدي بالفجر ذكرنا عدة أجوبة ذكر أهالي العلم رحمهم الله منها أن الظهر هي أول صلاة صلى جبريل بها تعليماً للنبي صلى الله عليه وسلم أي بدأ جبريل بها في تعليم الأوقات والصلوات للنبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة المواقيت بدأ بالظهر الوجه الثالث أن الله تعالى ذكرها في كتابه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس زوانها ظهورها وبيانها فيكون هذا في الظهر ولهذا سار المؤلفون رحمهم الله حينما يذكرون كتب المواقيت في الصلاة منهم يبدأ بالظهر كابن عبدالبر ومن الشافعية الشافعي في الجديد بن عبدالبر من المالكية ومن الحنابلة صاحب المغني بدأ بالظهر الإمام بن قدامى رحمه الله لما ذكرنا من أوجه قسم الثاني من العلماء من يبدأ بصلاة الفجر كمحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية ومن الشافعية بدأ بها الشافعي في القديم وبعض الحنابلة لماذا بدأوا بالفجر الوجه قالوا لأن الفجر أول اليوم إنسان أول ما يقوم من النوم صلي الظهر ولا الفجر صلي الفجر ثم وهذا وجه الثاني أن الله تعالى بدأ بالصبح قال الله عز وجل وسبح بحمد ربك قاب الله طلوع الشمس والتسبح هنا الصلاة والمراد بها صلاة الفجر والأمر فيه ساعة إن شاء الله فيه عندنا حديثان حديث جابر أن النبي صلى الله عليه صلى الظهر بالهاجرة والحديث الآخر والهاجرة شدة الحر والحديث الآخر إذا اشتد الحر فأبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لاحظوا بالهاجرة يعني شدة الحر وحديث أبي هريرة يبرد يعني يؤخر حتى ينقشع الحر إلى قرب وقت العصر فما الجمع بين الحديثين للعلماء للعلماء رحمهم الله مسلكا مسلكا الترجيح بأن نظر أن حديث جابر ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعلى هذا وعلى هذا سار بعض أهل العلم ونحن عندنا قاعدة في الأصول أنه كلما أمكن الجمع كلما أمكن الجمع فمسلك الجمع أولى من ترجيحي لأنه لا تعارض لا تعارض بين الحديثين طيب كيف نجيب على هذا يعني في أوجه الجمع نقول إن حديث الإبراد جاء على سبيل الاستحبال وبعضهم قال إنه مباح والأصل أن الصلاة في الهاجر في شدة الحر لكن إذا خشيتم شدة الحر فلكم أن تبردوا هذه سنة ويكون الأمر مستحبا هذا باختصار ما ذكره أهل العلم والقاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال تأكيداً لحديثي جابر رضي الله عنه ومن الأوجه أن الإبراد رخصة من أحب أن يبرد فله ذلك واليوم مع الجماعة والصلاة في المساجد الوقت محدد ما يجي واحد يجلس في المكتب عنده مكيف والناس تصلي يقول لنا أببرد الإبراد تبع الإمام الإمام هو الذي يرى اليوم إبراد أو حر أو يصلي في الوقت المعروف هذا ما ذكره أهل العلم من مسلكي التعارض والترجيح بين الحديثين وهذا ظاهر بحمد الله أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح وأن يبعد عن المسلمين هذه الأوبئة والجوائح إنه جواد كريم وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل هذه اللقاءات مباركة خالصة لوجهه الكريم وأن لا يحرمنا وإياكم فضله وأن يغفر لنا ووالدينا ومشايخنا ومن له فضل علينا بمنه وكرمه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين